من فترة أنا بقى لي ثلاث سنين تعريبا متواجد مع حضراتكم في البيت الكبير في بداية السنة الأولى كان هناك أمر غريب جدا على كرة القدم في مصر أو على الرياضة في مصر وهو التراشق اللي كان بيحصل ما بين النادي الأهلي أو أنا آسف أنا آسف النادي الأهلي لم يكن طرفا أبدا في أي تراشق ولكن كان بيحصل تراشق بالكلمات كثيرة جدا من أحد الأشخاص اللي كانوا مسؤولين في نادي الزمال خلال الفترات السابقة بعيدا عن النادي الأهلي الحقيقة وإحنا دائما من خلال هذه القناة كنا بنلتزم الميثاق الإعلامي وبنلتزم بشرف المهنة وبنلتزم بأن هذا النادي الكبير العريق النادي الأهلي الشاشة اللي موجودة دي موجود فيها اسم النادي الأهلي فوق اسمها شاشة قناة الأهلي فكنا دائما ما بنلتزم بأخلاق وبمبادئ النادي الأهلي في كل حاجة ودايما كنا بنبقى رد فعل كنا دائما بنبقى رد فعل حتى وإحنا بنرد الفعل كنا بنبقى محترمين جدا 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 في كلامنا أنا مش بتكلم على إسلام أنا بتكلم على إعلام النادي الأهلي الفترة اللي فاتت كنت دايما بقول لحضراتكم دائما الأساس هو الاحترام والأدب والأخلاق الأساس أن الرياضة أخلاق الأساس أن كرة القدم هي أخلاق من خلال لعب كرة القدم بتتعلم الأخلاق من خلال وجودك أو لعبك لأي رياضة بتتعلم الأخلاق والروح الرياضية ده اللي دايما الأساس اللي احنا دايما كنا بنحافظ عليه ولما كنت بقول لكابتن خطيب أنا تحديدا وخليني أنا آسف أن أنا بقول حاجات يعني مفروض بيني وبنكا لكن لما كنت بقول لكابتن سيبنا نرد يا كابتن لو سمحت سيبنا نرد كان دايما يقول لي هذه الكلمة يقول لي إسلام اللي حيحصل أنه الأساس هيكسب دايما أقول له إيه الأساس يا كابتن يقول لي الأساس هو الاحترام والأدب والأخلاق الصوت العالي عمره ما بيكسب وانا والله هنا ما بتكلمش على حد انا بتكلم بشكل عام بتكلم على محادثة محادثة دارة بني وبنكابت خطيب دايما كان يقول لي كده الاخلاق هي اللي هتكسب الاخلاق هي اللي صوتها عالي وبالفعل النهاردة مفيش حاقة صد اقدر اتكلم فيه افضل من العمل ومجلس ادارة النادي الاهلي وخطابه اه 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 بهنيهم على الهواء زي ما حضراتكم شايفين انا بهنيهم بهني مجلس ادارة نادي الزمالك على الهواء مباشرة من داخل قناة الاهلي بهنيهم على اه فوزهم بثقة اعضاء الجمعية العمومية زي ما حضراتكم شايفين خطاب من الكابتن محمود الخطيب للسيدة الاستاذ حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اه تحية اعزاز وتقديق وبعد مجلس ادارة ويادتكم والسيدة الاعضاء مجلسكم الموقر بثقة الجمعية العمومية لناديكم الكبير وتوليكم المسئولية متمنين لكم دوام التوفيق لما فيه مصلحة الرياضة المصرية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير هو ده الاساس اللي انا دايما بتكلم فيه هو ده اللي انا دايما بقول لحضراتكم عليه ان الاساس هو الاحترام والادب والاخلاق ده افضل حائط صد وصاد كل واحد بيحاول ان يثير الفتن وصاد كل واحد كان فاكر انه بالجعجعة واثارة الجماهير الجماهير ممكن يضمن وجوده خطاب النادي الاهلي شديد الرقي وبيفتح صفحة جديدة من الروح الرياضية وبينبوذ التعصب وبيؤكد ان مفيش مشاكل ما بين النادي الاهلي او مجلس ادارة النادي الاهلي ومجلس ادارة نادي الزمالك مفيش مشكلة مع نادي الزمالك ولا مع اي نادي تاني ولا عمر النادي الاهلي كان طرف في مشكلة ولا عمر النادي الاهلي بدأ اي مشكلة الاهلي دايما كان حريص على علاقته مع كل الاندية النادي الأهلي في نظرنا وفي نظر الملايين هو البيت الكبير للرياضة في مصر ولكرة القدم المصرية تحديدا فقبل خطاب الأهلي لتهنئة مجلس إدارة نادي زمالك الجديد كان هناك خطاب من النادي الأهلي لتهنئة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بعد انتخابه الأهلي مش بتاع لقطة الأهلي مش بتاع شو الأهلي هو البيت الكبير بالفعل لكرة القدم المصرية والرياضة المصرية وحتفضل علاقة النادي الأهلي بجميع الأندية قائمة على الاحترام المتبادل وينفعش حضرتك تشتمني وأنا أسلم عليك ولا أقول لك مبروك ولكن طالما هناك احترام متبادل وموجود وأساس هو الأساس في كل علاقات الأندية مع بعضها مش بس النادي الأهلي كل الأندية مع بعض وده حضراتكم هتشوفوه خلال الفترة اللي جاية ده هيتعكس على الوسط الرياضي كله هيتعكس على المدرجات هيتعكس على صورتنا وصورة الدول المصري في كل مكان وبالتالي احنا محتاجين نشوف صورة مختلفة خلال المرحلة المقبلة لعلاقات الأندية ببعضها ففي النهاية أنا بأبارك لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب أول مبارح من شخصيات نتمنى منهم تحقيق صالح ناديهم ونتمنى منهم أيضا الحرص على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل لأن زي ما قلت ده هيتعكس على رياضة في مصر هيتعكس على المدرجات اللي نادي الأهلي طلب في زي ما حضراتكم شفته في بيانه أن تكون المدرجات مملوقة عايز أقول لحضراتكم أن أنا عندي أصدقاء كتير من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحاليين وكلهم يعني كابتن أحمد سليمان واحد من الناس اللي أنا دايماً ببقى حريص على أن أنا لما بشوفه وسلم عليه ونقعد مع بعض ونتكلم في الرياضة ونتكلم بشكل عام هل ده معناه أن لو كابتن أحمد سليمان وأنا متأكد أنه مش هيعمل كده ولكن هل ده معناه أن لو كابتن أحمد سليمان أخطأ مش هنقول لا هنقول كل مجلس إدارة له الحق في الدفاع عن ندي ولكن بالاحترام والأدب والأخلاق مش إن أنا أطلعشتم ليل نهار في الناس مش إن أنا أطلعشتم كل يوم لا دافع عن نديك ومحدش بيقول أن أنت ما تدفعش عن نديك دافع عن نديك وبالطرق اللي أنت شايفها صح ولكن دايما الأساس هو الاحترام المتبادل ما بين كل الأندية وده دايما اللي احنا بنسعاله وده دايما اللي تعلمناه من النادي الأهلي ومن اسم النادي الأهلي أن الاحترام هو الأساس في كل شيء النهاردة الكلام كله في هذا الإطار الناس كلها شايفة إن إحنا دخلين على مرحلة رائعة وجديدة في كرة القدم تحديدا وفي الرياضة المصرية مجموعة رائعة ومحترمة من أعضاء مجلس الإدارة سواء في نادي الزمالك من قبلهم النادي الإسماعيلي من قبلهم طبعا نادي الاتحاد السكنداري الأندية الشعبية الكبيرة كلهم أعضاء مجلس إدارة محترمة ونتمنى لهم التوفيق أتمنى أنا شخصيا كأهلاوي أتمنى أن النادي الأهلي يكسب كل البطلات أتمنى أن النادي الأهلي يكسب الزمالك واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة ويكسب الإسماعيلي ويكسب الاتحاد ويكسب كل الأندية ومرة تانية كلام اللي أنا بقوله ده مش معناه أن إحنا هنسكت على أي أي حاجة تحصل لقدر الله لقدر الله وأنا متأكد أن ده مش هيحصل فلن نسكت وعن أي شيء يحدث خلال الفترة القادمة ولكن دائما النادي الأهلي بيبادر لأن النادي الأهلي هو البيت الكبير البيت الكبير مش البرنامج ولكن النادي الأهلي هو البيت الكبير اللي بيجمع الناس كلها كلام ده أنا بقوله من قلبي لأنه دايما لما كنا بنطلع وإحنا بنرد على أكاذيب وعلى يعني على شتائم وعلى بزئات فكنا بنبقى الواحد كان بيبقى حزين أنا بشتغل في قناة رياضية عشان أعمل برنامج رياضي عشان أقول للناس الأخبار الرياضية مش علشان أطلع أرد على شتيمة ولا على قلة أدب ولا على حاجة كده ولا كده مش ده اللي أنا تعلمته في النادي الأهلي إن شاء الله لفترة القادمة الكل يضع إيده في إيد بعض وتبقى الرياضة المصرية تظهر بشكلها الطبيعي اللي احنا كلنا بندور عليه بقى أنه فترة طويلة جدا 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 الدوري زي ما أنتوا شايفين على أعلى أعلى مستوى من كل النواحي الشركة المتحدة بتحاول أن هي تعمل أفضل أمور علشان المتحدة سبورت بتحاول أن هي تعمل أفضل الأمور علشان تقدر تنجح الشكل العام للدوري مباريات حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين التصوير بتاعها جيد الأمور فيها جيدة المستوى العام المستوى الفني العام مستوى جيد فالكل بيحاول أن هو يرجع الرياضة للطبيعي بتاعها يا جماعة للطبيعي بتاعها أن احنا نشوف مطش أهلي وزمالك الجمهورين موجودين في المدرجات والجمهورين كل واحد فيهم بيشجع نادي الأهلي بيشجع فريقه ونادي الزمالك بيشجع فريقه هو ده اللي احنا بنسعاله الحاجات اللطيفة المنوشات الجميلة اللي احنا كنا بنشوفها أيام ما كنا بننعب كلها منوشات جميلة ولطيفة وفي إطار التشجيع العام محدش بيزعل منها ولكن اللي كان بيزعل دايما هي أنه أنه كان بيجي سيرة عائلات وبيجي سيرة ناس محترمة والله هنا أقسم بالله أنا لا أقصد أحد ولكن أنا بتكلم على أن الوضع اللي فات كان وضع غير طبيعي ربنا يكرم ونرجع مرة أخرى أو بدأنا نرجع للأوضاع الطبيعية مرة أخرى نادي الأهلي لو تفتكروا منذ انتخاب منذ أن بدأت هذه الحملات الخاطئة على النادي الأهلي لغاية دلوقتي وكلام ده بقيله من سنة 2004 2005 لغاية دلوقتي النادي الأهلي دايما هو اللي ماشي بشكل طبيعي سواء في إعلامه في قناته في مركزه الإعلامي في كل حد النادي الأهلي هو اللي ماشي بشكل طبيعي الأمور اللي فات اللي برانا هي اللي كانت ماشية بشكل مش طبيعي عشان كده نتمنى أن يضع الجميع يده في يد النادي الأهلي والنادي الأهلي يضع يده في يد الجميع عشان الرياضة المصلية تعلو وتسمو خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر